التكوين ولا غير تكوين وهذا التيار كله ما احترمنا للأشخاص طبعا لا يشكلوا أي منافسة لأصغر اللي ديني عنده مدصة على مواقع التواصل الاجتماعي حتى لو كانت بسيطة يعني لأن الكلام اللي بتقلب الصدق بيدخل على طول للقلب ويوصل على طول للعقل إنما لما لقيك بتشن هجوم كبير على رجال الدين وتنعت كل اللي بيحاولوا يفهموا النصوص الدينية كما أريد من قائلها أو قائليها أن نفهمها لأنهم أصليون متطرفون وتهاجموا بهذا الشكل وتظن بقى أن هذا سوف يلقى قبولا هذا حمق يعني هذه حماقة وهذا خطاب عنواني ويجعل الآخرين متحفزين دائما وكما نرى الآن لك ضجة كبيرة جدا بالسبب التكوين ضجة كبيرة في المجتمع ولمشيخ وكذا وكذا لماذا لماذا هذه الضجة وهناك كراهية وتلاقي خطاب كراهية شديد جدا أنا فاهم أن المجتمع بيضغط وفيه خطورة شديدة لأن الإنسان يجهل بأفكاره اللا دينية وهذا ليه ضريبة كبيرة بس برضو أنا فاهم أن أنت مش هتقدم للناس حاجة لما تعد تضحك عليهم وتعد تقول لهم كلام مش مظبوط ومش صح تدافع عن النصوص الدينية وتطول عمرها أو بتحاول تنفخ فيها الروح يعني بتعبير مجازي طبعا تنقذ ما لا يمكن إنقاذه بأي شكل من الأشكال لأن هذه الأديال لا يمكن أبدا أن يتم إنقاذها ردواني قلت طول الطريق يعني مجموعة من المفكرين ما بين قوسين احترمنا للجميع يعني يعني تجمعون يثرثلون وهذه الثرثرة نسمعها منذ زمن طويل ونحن نسمع هذه الثرثرة يعني من سنين طويلة يعني ومن عقود ومن عقود في الحقيقة نسمع هذه الثرثرة ونقرأ هذه الثرثرة ولكنها لا تقدم شيئا لا تقدم شيئا ولا تحدث أي تغيير لكن هم صررون على الثرثرة والتجمع من أجل التجمع يعني لا بأس خلونا نشوف هما حيوصلوا لإيه يعني خلونا نشوف هما حيوصلوا لإيه أنا عارف هما حيوصلوا لإيه لكن أنا خلينا هما مش حيصل لأي حاجة من وجه النظر بس خلينا نشوف يعني رجل الدين بقى رجل الدين إيه رد فعله بقى بيحطوهم بقى قدام الأمر الواقع في امتحان بيطردهم بقى هو اللي بيتحول من مطارد من النادينيين اللي بيقول تعالى إيه الخرافات والخزعمالات اللي أنت بهم بيها دي إلى مطارد صراحة يقولون تعالوا بقى أفهمكم عشان أنتم أغبية ما بتفهموش تعالوا أفهمكم يا منافقين النصوص دي مراد بيها إيه تعال أقول لك النص واضح ربنا بيقول كذا والسرقوا والسرقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكال من الله نكال من الله فما فيش داعي للفزلكة أيها المتفزكون رجل الدين بيركبهم ويقول لهم بقى هذا نص عام والشريعة مفعولها ممتد لأن الله أنزل هذا الكتاب بالحق للناس على مدى الدهر ولو أراد الله أن ينسخ هذا الكلام لأتى برسول جديد ويركبه من رجل الدين وحق له أن يفعل حق له أن يركبهم لما رجل الدين قدام الملحدين يهرب قدام الناس المصرحة يقولوا هذا الدين هذه الغزعبلات لا تصلح إلا أن تضعها في مؤخرتك يا رجل الدين يهرب يهرب خوفاً على مؤخرته أو خوفاً على طبعاً صورته لأن ده ما يصدم بالحقائق يهلع رجل الدين وصورته تصبح سيئة جداً فرشجال الدين أمام اللادينيين وأمام أي طفل لا ديني يهربون لا يستطيعون الحديث يهربون يغنخون على أنفسهم أبواباً ويحاضرون عن الإرحاد من وراء 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 عندما ندعوهم إلى المناظرة يهربون يهلعون يهربون لا يتصدر لمناظرة اللادينين منهم إلا الأغبياء شديد الغباء منهم إلا شديد الغباء منهم أو هكذا رأينا يعني لكن هم اللي بفهمين يخافوا لكن محزة هاسم طلعت مثلاً زي الخروف اختحم من مناظرة اللادينين فأعمل مناظرتين أو ثلاثة وبعدين هرب طبعاً لأنه أدرك أنه خروف أدرك أنه إيه؟ هذا المجال ليس مجال للنطح النطح مكانه زريبة الخرفان ينطح فيهم وينطحون فيه لكن عندما يحاول العقل العقل لا يستطيع لا هيثم ولا غيره أنه هو فأدركوا ذلك كل من اندفع منهم لمناظرة اللادينين هرب بعد ذلك لذلك نادراً ما تجد مناظرة ما بين إيه؟ إن رجال الدين عددهم مثل إيه؟ مثل الرز مثل الرز من النطقين بالعربية والدينيين النطقين بالعربية الذين يدعونهم إلى المناظرة كثر و دائماً يلحون عليهم هلما ناظرون إن كنتم إيه؟ إن كنتم لكنهم يهربون يهربون لأنهم لا يجدونه ما يقولون لأنها خزعبلات هشة أما بقى رجال تكوين فيركبهم رجال الدين رجال تكوين وأمثالهم يركبهم رجال الدين يركبونهم أنت تقول أن القرآن لا أثبت لك أن القرآن صالح لكل زمان ومكان وحق له أن يفعل لأن القرآن يقول ذلك ببساطة ببساطة شديدة هو ينعت رجال الدين بالأصول والمتطرف هو يقول تعالى يا منافق ليقول لك إن هذا هو منهج رسول الله والصحابة فقال هم متطرفون وكانوا كذا وكذا وكذا فيخدع نفسه للأسف في بلدنا معظم الحكام في بلدنا أغبية ومتخلفين أغبية ومتخلفين أعظمهم يعني يعني ممكن يستثمروا في حاجة زي كده إصلاح الخطاب الدين لكن الحاد عن طريق إيه بقى إصلاح الخطاب الدين يا عم روح على الله حكايتك أنت أنت على الله حكايتك لكن هو يقدر لأنه صاحب إيه لأنه صاحب نفوذ صاحب نفوذ رب إله في البلد فصاحب نفوذ يوفر إمكانياتك مفيش مشكلة مفيش مشكلة بس النتيجة إيه؟ ولا حاجة نتيجة ولا حاجة فيديو قصير موديته دقيقة على ليتيوب بقى أفضل من إيه؟ من مليون محاضرة لهؤلاء المثقفين المثلثرين يعني مع احترامي لهم ومحبتي لهم يعني أخ أحمد تكوين تشجع الناس على إفصاح الحاجة ده ممكن يكون من الحاجات الإيجابية طبعا ده ممكن يكون من الحاجات الإيجابية واحد زي شريف جابر مثلا القناة بتاعته المقطع بتاعه المشاهدات بتاعته ممكن تبقى بمشاهدات تكوين على كل منصات لمدة سنة مثلا مقطع واحد واحد زي شريف ده تأثيره كبير جدا في الشباب بمقطع واحد بيقدر يأثر فيه آلاف الشباب وماذا واحد زي ده الدولة المصرية بتقمعه قمع وحشي قمع وحشي ممنوع من السفر بيتحارب لهو لوحده شاب صغير حارب لوحده حربوه من سنين نساعد ما عمل أول مقطع وهو لسه في الكلية لحد النهاردة بيحاربوه وهو لوحده قصاد كل الناس دي هو ده اللي بيعمل تأثير حقيقي هو أمثاله وفيه شباب كتير تقفلت قنواتهم وفيه شباب كان عايز يتكلم وبطل يتكلم الكبير بتاعكم ففهمناها سريمان طالع على فهمها أنا حادي على الإلحاد قدر يسكت اللذين اللي بيتكلمهم في مصر وتقع عارفين إحنا أسماء كانت بتتكلم في مصر بطل يتتكلم ده غير القرف اللي عملوه يعني غير القرف اللي عملوه والعك والقزارة اللي اتعاملت يعني حملات التشويه والغتيال المعناوي اللي حصلت لبعض اللادينيين الأشخاص اللي ممكن يكونوا مغردين وعملين قنوات باسم اللادينية وباسم اللادينيين وعلشان خاطر يعني يخربوا الدنيا ويبوزوها سيبوا العيال اللي تتكلم بصراحة والشباب اللي بيتكلموا بصراحة يتكلموا بصراحة ومن غير خوف وعملوا اللي انتو عايزينه وعمل اللي انتو عايزينه بطل ترهبوا فيهم وتخوفوهم وتمنعوهم من السفر وكل البلاء ده وتطلعوا تقولوا أو يطلع الكبير بتعففها منها سليمان ده يطلع يقولك أنا مسألة وقت والحد ده هيتحط له حد حد عن طريق تكوينه مش عالفة يبقى قابلنا قابلنا